يعني بداية كتابتك للشعر نرجع شوي معك أيضا أنت كتبتي مبكرا في عمر يعني يمكن يعني تسع سنوات وكانت أشعرك يعني أيضا في ذلك الوقت يعني جريها يمكن نقول شوي هو كانت جريها الإنسان ابن بيته أنا أنا كنت وقتها روح وأجي معها حمد حمد في عنفوان وشبابه وزهوته وصباهه بتعرف يعني المرة قلوبهم خضر يعني فأمر طبيعي أنه الإنسان لما يعيش في بيئة فيها حب أنه يكتب عن الحب حتى وان لم يعيشه لم يعيش التجربة أو لم يخط التجربة وبحكم أني كنت صيرة يعني تأثرت نوعا ما في كتابة العبيات الغزلية يعني غير كذا أنه الشاعر رسام بإمكان رسام أنه يكون في مدينة جميلة ويرسم صحراء صور الصحراء وهو ما عاش فيها الأنثى إذا ما كتبت عن الغزل وعن الحب وعن الأحاسيس وعن المشاعر ما الذي يكتب؟ فبدايتي في النشر زي ما تطلق بس عمرك تسعين سنوات يعني كتبت عمري بين الثمان والتسع بس عمرك صغير يعني كيف استطعت يعني تكتبين شعر في المرحلة؟ وراثة الشعر عندنا يعني إذا جينا للحديث عن وراثة أنه طفل في ناس كتبوا بسبع في ناس كتبوا بست سلطانة كتبت في سن موكر أيضا عمتي بخوت نعم عمتي بخوت وسم سلطانة بالنسبة لي كتبت في سن موكر أو اسمها المستعر وسم عمتي بخوت كتبت في عمره تسع سنوات تخيل قصائد زي كذا مرة يعني قوية يعني فأنا كتبت وش كتبت تبكرين قصائد البدايات؟ أو بهالعمر يعني تسع سنوات؟ حبيبي يمسح دموع أن تبوح بحبي المذعور تجاه الآهة يدوي صداها بقلبك القاسي حبيبي أوعدك برحل بروح العالم المهجور بسيبك لزي من ولفض هواك بآخر انفاسي الله تخيل يعني تبقلين بعد تبهج ما يدري وقتها وقت والله ولا شي كان يعني أعظم طموح ليني أكون معا نادرة اللي هي الفراس حمل لأنه علقني فيها وبعليها طابس طبل فهذا كان أكبر طموعي أحب القمص بشكل غير طبيعي أحب الرماية ترجمة نانسي قنقر